عودة مرة أخرى إلى ضيوفنا في الرادار الكاتب والباحث السياسي محمد بودن من الرباط من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جانور وأيضا ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في معهد برامر آدم طه أبقى معك سيد آدم طه الدول التي يتوقع أن تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل هل لديكم أي فكرة عن هذه الإمكانية وإن كان ذلك سيحدث قبيل استلام بايدن لمقاليد الحكم في البيت الأبيض؟ هناك آمال بأن تطبع دول عدة العلاقات مع إسرائيل والأمل قائم أيضا أن يكون هناك أشياء تحدث بناء على هذه العلاقات القائمة الجديدة بين إسرائيل والدول العربية ومن أجل زيادة عدد الدول التي لها علاقات عادية مع إسرائيل يجب أن تكثف الجهود من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل على حد سواء لأنه مثلا ليس هناك دول عربية فقط بل هناك دول إسلامية أخرى هناك إندونيسيا يتوقع أن تعقد اتفاقا لإقامة علاقات عادية مع إسرائيل وهناك دول أخرى أيضا في إفريقيا والأهم هو أن تثمر هذه العلاقات بشكل ملموس على أرض الواقع وكذلك إذا انضمت السعودية لهذه الاتفاقات فسيكون ذلك شيئا مذهلا بالنسبة للدول العربية وإسرائيل نأمل أن يحدث هذا قريبا وإدارة ترامب ستبدل قصار جهدها من أجل إتمام هذه الجهود والإعلان قدر الإمكان عن دول أخرى تنضم إلى الدائرة سيد شلومو جانور قبل قليل تحدثت عن إدراج المغرب للتاريخ والتراث اليهوديين في مناهجه التعليمية هل سيكون هناك خطوة مماثلة في إسرائيل فيما يتعلق بالتراث والتاريخ في المغرب؟ لا شك أن الخطوة ستقابل بخطوة مماثلة على ذلك بأن هناك الدعوة بين كبار الكتاب ورجال الفكر في إسرائيل وأيضا المختصين في شؤون الاجتماعية إلى جدولة مناهج التعليم إلى عودة وذكر اليهود القادمين من الدول العربية والأسية من البغرب ودول الشمالية وإفريقيا لإدراجهم وتعليم الطلاب الإسرائيليين على التاريخ الجديد على تاريخ أجدادهم على أصولهم وذلك بعد أن ابتعدت مناهج التعليم للأسف الشديد عن تدريس هذه الأمور وتركيزها على أمور مهمة للغاية ولكن لا تهم الشعب اليهودي ولا تهم العلاقات الإسرائيلية العربية بصفة عامة فمن هنا أعتقد أن بعد السلام بين إسرائيل والمغرب وبعد تطبيق المناهج الدراسية في المغرب هذا سيكون حافظا مشجعا لوزارة التربية في إسرائيل على تطبيق المناهج وتعديل المناهج التعليمية فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية مع دولة المغرب وأيضا مع الجاليات الأخرى اليهودية من سائر الدول العربية سيد محمد بودن المرحلة المقبلة يتوقع فيها الكثير من التبادل التجاري والسياحي كيف تم تهيئة الشارع المغربي لذلك؟ سيد بودن هل سمعتني؟ هل يسمعني سيد محمد بودن في الرباط؟ طيب سأذهب إلى ضيفنا في واشنطن في انتظار طبعا إصلاح هذا الخلل الفني مع ضيفنا في المغرب يعني هدف كل اتفاقيات السلام هذه التي أقامتها إسرائيل مع دول عربية لغاية اللحظة هناك أربع دول يعني بالإضافة طبعا إلى مصر والأردن الهدف الأسمى مما يحدث كما يقول متابعون هو إرساء ثقافة التسامح سيد آدم طاها كيف تنظرون إلى هذه الإمكانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ نحن نعتقد أن هناك فرصة كبيرة وأمالا عرادا لإقامة علاقات عادية وتطبيع العلاقات سواء على مستوى التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وهذه الدول أو في مجالات أخرى كما ذكرتم السلام يأتي عادة من التعاون الاقتصادي لأن هذا التعاون يجعل الدول تعمل بشكل جماعي وهذا يؤدي إلى تعزيز وتوطيض عرى السلام وعندما تبدل هناك جهود في هذا الصدد الاقتصادي ستكون هناك قوى أخرى سترتدع مثل إيران وأيضاً بنسبة للمغرب فهو بالنسبة لإسرائيل هو من بين الدول القليلة التي لها علاقات وقيدة تاريخياً مع إسرائيل ولذلك هناك مجالات كبيرة للتعاون في قطاع المعادن لأنكم كما تعرفون المغرب له ثروات معدنية ضخمة وهكذا سيأتي السلام من هذه المجالات للتعاون الاقتصادي وبايدن يجب أن يراكم على هذه المجهودات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية بين المغرب وإسرائيل إلى جانب الدول الأخرى وهذا قد يحدث في الأشهر والسنوات المقبلة عودة مرة أخرى إلى سيد محمد بودن في الرباط سألتك قبل قليل سيد محمد بودن عن كيف تتم تهيئة الشارع المغربي لهذه المرحلة الجديدة أو هذا المستوى الجديد من العلاقات بين إسرائيل والمغرب وتوقع طبعا تبادل تجاري والسياحي بين البلدين بالتأكيد أن هناك طبعا صورة ذهنية طبعا هي ممتدة عبر التاريخ فالمغاربة يعرفون الارتباطات الكبيرة بين مواطنيهم المغاربة اليهود في إسرائيل وطبعا الوطن في الحقيقة يشتاق لهم ونثمن عاليا دائما مساهماتهم من أجل مصلحة الوطن بالتأكيد أن الغالبية العظمى يعني هي تسير مع مصلحة الوطن وبطبيعة الحال فحب السلام فهو حب متأصل في مسألة متأصلة أو قيمة متأصلة في المغاربة وبالتالي فالمغاربة حرصون وملتزمون وجادون وهذا معروف عنهم بالتأكيد أن القرار قرار كل وراء صاحب الجلالة فيما يتخذه من أجل مصلحة البلد ومصلحة أي قضية وطنية واليوم بأن القرار هو مفهوم ومن طرف البعض هو متفهم وبالتأكيد أنه في نهاية المطاف سيفهمه الجميع لأنه في الحقيقة لا بد من خلق رؤية متجددة مبنية على ثنائية السلام والتنمية وكذلك المنفع المتبادل اليوم الشريع المغربي وكما جاء حتى في تقريركم فهناك فهم عميق لدقة اللحظة وللسياق التاريخي الذي أتى فيه هذا القرار وأيضا للعوائد التي يمكن تحقيقها بالتأكيد أنه يمكن الاستفادة من إسرائيل فيما يتعلق بالذكاء الاستناعي فيما يتعلق بالجوانب السيبرانية فيما يتعلق بالبحث العلمي وبالتأكيد أنه ستكون في المستقبل حمالات تسويقية يشارك فيها مثقفون يشارك فيها مواطنون من مختلف المشارب سواء من إسرائيل أو من المغرب أعتقد أن اليوم هناك أرضية خصبة من أجل تطوير هذا الموقف المنسجم هذا الموقف المنسجم بين مختلف الأطراب في المغرب شكرا محمد بودن شكرا الكاتب والباحث السياسي من الرباط أشكر أيضا الكاتب والباحث السياسي من القدس شلومو جانور وأيضا كبير الباحثين في مهادي برامر آدم تاها في واشنطن شكرا للمشاهدة